من يأتي شيء من المباحات أو المكروهات مثل يحظر مباراة أو يحظر شيئا يجتمع فيه الناس يشعر بفرح أنه حظرة نحن نريد أن أتكلم أنفئة لكن أريد أن نستفيد من هذا الفرح كيف تعرف أنك على الإسلام أن تفرح إذا أضعت الله لا تفعل العبادة تخلصا بل افعل العادة للطاعة طلبة إلى الله الله لا يضر أنك تعصيه لكن أنت تهلك إذا أصيت والوفاة على الإسلام أيًا كان الحال العبد قطعا خير من الوفاة على الكفر قد جاء في دعاء بعض الصالحين اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك الصحابي الجليل عمر بن العاص لما حضرته الوفاة قال اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنت تصر لكن لا حول ولا قوة إلا بك إذا كتب الله لك أن تصلي الفجر في شماعة وأنت خارج من المسجد استشعر فرحا أن الله برحمته أيقبك من مرقدك أن الله برحمته أيقبك من مرقدك وأقامك بين يديه وردك إلى بيته هؤلاء هم الذين يغبطون والذين إذا أراد الله بهم خيرا ثبتهم على هذا وماتوا على الدين لا يوجد فرح يفرح بالعبد أعظم من الفرح بالإسلام ومما لا يخفى على شريف علمكم أن العبد يحمد الله أن جعله من المسلمين نحن من رحمة الله بنا ولدنا مسلمين أي أن الله أعطانا للإسلام من غير أن نسأله فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر